شارك المشاهدين في الخطوات التي سيتأخذها الحزب أولا اليوم هناك الجنة من خبراء قانونيين ومحامين لاستجمع كل مطايات المرتبطة بكل دوائر انتخابية لأنه مع الأسف اليوم حزب استقلال لم يتراجع انتوزعت مجموعة من المقاعد من الحزب عنوة من نزع؟ نزعها المفسد العملية الانتخابية من تقصد؟ إما تقصد الإدارة وبعض الممارسات من بعض رجال السلطة وبعض أهوانهم الذين كانوا يدعمون حزبا معينا معروف في الانتخابات هل صحيح ما يقال سيد الكيحل وأنت في تحليلك أن حزب معين أخذ الكثير من بعض الأحزاب الأخرى؟ لا أخذ الكل من بعض الأحزاب لا منذ نشآته ولا في كل الانتخابات المتوالية ربما تطريط من هذه الأحزاب ربما الاستقلال أخذ مواقف كذلك عوقب عليها اليوم بكل أمانة هل تحس سيد الكيحل أن الخروج من الحكومة السابقة كان سببا في هذا العقاب أم لا؟ وهل الذي استمر في الحكومة حصر نفس النتائج؟ إذن سوسيولوجيا انتخابية في المغرب هناك نقاش آخر لأن هناك أحزاب كانت في الحكومة وهناك حزب استقلاق خالش من الحكومة والنتائج لا ترتبط بالبقاء أو بالخروج من الحكومة إذن هذا التفسير بالنسبة إليك حاطئ؟ إذن الموضوع لا يرتبط يرتبط بهناك معطايات متعددة في العملية الانتخابية الإشكالية نحن لا يمكن أن نمتعب إذا حصلنا على أي مرتبة ولكن بديمقراطية صناديق الاقتراع الإشكالية أنه ما عشناه يوم 7 أكتوبر وما قبل أكتوبر رعونا بمفهوم الكلمة لأنه ممارسات عضوة قيادية في حزب استقلال ترتبطها المقدمة للباب وتقولها صوتي على الحزب الفلاني وهو لا يعرفها وهذا الشيء ما عمرنا عشناه في الممارسة والعملية الانتخابية بشكل يومي إذن هذا الشيء يسئل عملية الانتخابية ويسئل الممارسة الانتخابية لأنه لا يمكن أن نغير أي واقع بعيداً على الممارسة الديمقراطية لأن الاستثناء المغريبي والاستقرار المغريب مبني على التراكم والتراكم في المجال الديمقراطي وبالتالي الحزب استقلال ما يمكنش تكون عنده عقدة من أي نتيجة وكن باختيار ديال المواطنين ولكن ما يمكنش نقبل على أنه نتائج تتغير بين وقتين وآخر ما يمكنش نقبل بأنه هناك بعض المرشح التي تعطيتهم إمكانات وسائل خارقة باش يواجهوا الأحزاب تتحدث فقط عن عوامل خريجية ماذا عن العوامل الداخلية داخل الحزب؟ العوامل الداخلية حزب الداخلي بخير الحزب الاستقلال منذ آخر دورة المجلس الوطني بخير وأنه جميع الآن ولو تعود الانتخابات في ظرف أسبوع سنرشحوا نفس المرشحين ديالنا وإحنا مأكدين بأنه ما يمكن أن نقوم به داخليا نقوم به هذا لا يعني أنه لا نمارس نقداته تنشوفوا الأماكن للإخباق ديالنا من داخل تنظيماتنا ولكن هذا أمر داخلي يمكن أن نناقشه ولكن اللي غير مقبول هو أن تكون الأجهزة المكون لها صار على سلامة الانتخابات أن تكون في بعض الجهات تميل إلى جهة دون أخرى وهذا هو اللي خلاننا نطلبه في البرلمان عن طريق مخترح قانون بلجنة مستقلة الإشراف على العملية الانتخابية